رقلات الترجيح بين الأهل والطلائع وتتويج الجيش بالصبر المصري توج فريق طلائع الجيش ببطولة الصبر المصري للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على الأهل برقلات الجزاء الترجحية 3-2 خلال المباراة التي جامعتهم مساء اليوم بستات برج العرب في الصبر المصري ليلجأ الفريقان إلى ضربات الجزاء الترجحية ولجأ الأهل وطلائع الجيش إلى ضربات الجزاء الترجحية بعد انتهاء الوقت الأصل والإضافي بالتعادل السلبي بدأت المباراة بشكل هادي من جانب الفريقين وحاول الأهل الضغط على مرمى محمد بسام حارس الطلاع عن طريق اختراقات طاهر والشحات وأفشة لكن دون جدوى وتعرض أفشة للعرقلة في الدقيقة السامنة وسقط على الأرض لينزل الجهاز الطبي للفريق من أجل علاج أفشة ونشط أداء الطلاع تدريجيا لكن دون خطورة واضحة فيما وصل الأهل اللعب بشكل هجومي لكن عدم دقة اللمسة الأخيرة حالت دون ترجمة السيطرة الحمراء للأهداف وتعرض أقصى من لعب لإصابة بسيطة حيث أصيب أيمن أشرف محمد الشنية وعمر السلية ولكنهم وصلوا المشاركة في اللقاء وفي الدقائق الأخيرة من نشط الأول تجرأ الطلاع هجوميا قبل أن يهدر محمد شريف فرصة محقاقة للتسجيل بعدما سدت كرة بعيدا عن الشباك